السلام عليكم ورحبكم معي من جديد اليوم سوف نقدم لكم براونيز أو كيك بالشوكولاتة رائعة جدا تجمع للكامل الداخل بالنسبة لهذه الوصفة القديمة عندي في القناة كنت شاركتها معكم مش حال هذه الفيديو بدون صوت المهم تحت طلب ديركم تلبتوا مني انا نعود لكم هذه الوصفة بالصوت لا تشعر لاش عود تصورتها لكم ولو ما نطور عليكم نخليكم مع المقادر و طريقات التحضير و فرجوهم نحتاج 150 غرام السبتة نضع على النار نضع على النار و هنا عندي 150 غرام الشوكولاتة بالنسبة للشوكولاتة انا لقد استعملوا شوكولاتة نوعية جيدة هنا انا لقيت هذا النوع هذا الشوكولاتة في مرجان يتبع جوجة العلب تملي ناقص بثبتة صراحة عرض لليزوين اما اخذوا هذا النوع النار 55% او اخذوا هذا النوع 72% بالنسبة للوصفة استعملت شوكولاتة نقطع الشوكولاتة صغيرة و نضع الزبدة حتى يدوب وهي بقى سخونة و نضع الشوكولاتة بعد ذلك نضع الزبدة نضعها حتى يدوب و بعد ذلك نحرك هنا كما اخذت معي نضع شوكولاتة نضع الزبدة ثم نضع ثلاثة 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 نضع ثلاثة 60g ثلاثة 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 ونزل الخليط كامل بشوكولاتة والزبدة فوق الخليط البيض والسكار والضقيق ونخلطها بجوش هذا هو القوام الخليط سنأخذ سنية الفرن بالنسبة للسنية الفرن لدي القطر 20 على 20 سم نفرش في ورق الطائق بزيت أو الزبدة ومن بعد نفرش في ورق الطائق ومن بعد نفرش في البرد نبدأ تركنا الزبدة سنقدر التلاجة ونجد هذه الفرن ثم نفرش've في طوى الفرن نقوم بسكار التلاجة ويقوم بعمل لانتحرك تلوه اینك في 100غ جوز سنضغط نقوم باكثار سنستطيع المقصر لفرش خلط الخليط و نضخل الفرن الفرن مزخنا على 60 درجة النار تكون من فوقه من تحت مدة طاقة 15 دقيقة بالنسبة لهذه الوصفة لا نطيبها مدة طاقة 15 دقيقة إذا طيبناها على نار سوف يتبقى مع الكامل الداخل من بعد ما نخرج الفرن نضعها في طبق التقديم زينها بالطريقة التي اردتها إذا أردتها بالكامل و افعلت شوكولاتة والطريقة التي اردتها و يمكنك تضيطها مزينا بالكامل بالنسبة لهذه الوصفة و طريقة القديمة عندي في القناة تشاركتها معكم فيديو قديم فيديوهات الولى التي لم تكن تظهر فيهم هذا الشكل لان اعودها لكم لأن الكثير من الاخوات يقومون بإعادة الفيديوهات في الصوت حتى نفهموا أكثر وصلنا الاخر الفيديو انتم اتعجبكم الوصفة اليوم صراحة ركا تجي معلك كما كيف يبلكم في الفيديو ركا تجي معلكة معلكة من الداخل غير احترم المقادير وكذلك لمدة يرتهي انتم من اتعجبكم الوصفة اليوم ولا اعجبتكم اتنسوا اشتركوا في الفيديو اشتركوا في القناة